تشارك سبادمي البالغة من العمر 68 عاماً مع جمع من رجال ونساء بتسريحات تقليدية وزي سارونغ الشائع في بلاد جنوب شرق آسيا في مصابقة رماية تطاير فيها الأسهم على وقع ضربات الطبول ويطلق على هذا التقليد المحلي القديم اسم جيم بارنغان وهو يعود إلى مئات السنوات في منطقة سلطنة يوغياركارت العصب الثقافي لجزيرة جاوا هدف من هذه الرياضة الحفاظ على صحة وليس الحصول على جائزة أو مكافأة آمل أن تصل هذه الرماية التقليدية إلى العالمية بحيث سيتسنى للناس تعلم الفلسفة الكامنة وراء هذه الرياضة وبخلاف الرماية الحديثة لا يقف حامل الأقواس بل يتربعون على الأرض ولا يصوبون استهامهم إلى دائرة ملونة بل إلى قضيب خشبي يعلوه الإسفنج والقماش بارتفاع 33 سنتيمترا بما يوحي بشكل إنسانه يجلس الرامي بعيدا عن الهدف 30 مترا وهو يجمع نقاطا أكثر كلما اقترب من إصابة الرأس ومع كل إصابة يقرع جرس متصل بالهدف بعد مرحلة أوشك فيها هذا التقليد على الاندخار وخصوصا بعد وفاة باكو ألام الثامن أحد وجهاء جاوة عاد ليزدهر أخيرا بفضل مجموعة من المتحمسين